رئيس حكومة يستقيل وآخر يكلف لتشكيل حكومة جديدة ثم يعتذر ثم يكلف بديل ويصل إلى الاعتذار الذي وصل إليه سابقه ليصل كتاب التكليف للمرة الثالثة في عدة أشهر إلى يد مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة والخوف أن يصل إلى القرار الذي اتخذه من سبقه والسبب في هذه المعادلة ذات المتغيرات المتعددة واحد محاصصة مقيتة تقبع خلف طمع الساسة ومصالح الأحزاب فالساسة في كل مرة نسمعهم ونشاهدهم أو أغلبهم على الأقل يسيرون في سيناريو واحد يبدأ بالمباركة ويتوج بمنح حرية الاختيار لمن وقع عليه التكليف لتشكيل حكومة تكنقراط وكفاءات وفي ليلة وضحها ينزع تاج حرية الاختيار من المكلف فالساسة طالما قالوا نريد رجل مرحلة ثم أضاعوا الرجل وأطالوا المرحلة ثم اشترطوا على المكلف القدر على إدارة أزمات العراق وأدخلوه في أزمات متشابكة وعادوا لشرط أن لا يكون من وجوه الحكومات السابقة وأن يكون نظيف اليد حتى وإن كان أغلبهم من أصحاب الأياد الحمراء أو الصفراء فأخرج لهم الكاظمي يده الناصعة البياض وجاء مع شروطهم التعجيزية لم يكن من وجوه الحكومات السابقة وليس عليه أي شبهات فساد ولديه سجل حافل بالعطاء ويحظى بمقبولية الشيعة والسنة والكرد وحصل على إجماع عربي منقطع نظير وباركت تكليفه حليفة بغداد طهران وواشنطن إلا أن الأحزاب والساسة أو أغلبهم عادوا لذات الخطوات التي كانوا خطوها مع سابقيه وعرفت نواياهم وتبدت وسائلهم وأصبحت غاياتهم مكشوفة للجميع فكل همهم أن يطيلوا أمد تشكيل الحكومة قدر ما يستطيعون ففي كل يوم يمر والعراق بلا حكومة كلما ازدادت أصفار على يمين أرقام ثرواتهم ويبقى السؤال الذي يردده العراقيون منذ سنوات متى ستنتهي مهزلة الأحزاب العابثة بالعراق وأهله ومقدراته